بقول للشعب اللبناني أنا ابني راح وما راح يرجع بس أنتوا إذا بتكون تبنوا وطن لازم تنزلوا إذا ما في قضاء ما في وطن إذا ما في محاسبة ما في أوطان ما في مستقبل هني لو ما خايفين من العالم لأن إحنا أهل الشهداء ما بيعملوا لعم بيعملوه حتى لو شو ما عملوا هني بالنسبة لأننا مجرمين قتلوا أولادنا حتى لو كفولوا إيدو نحن إيدو للبيطار أنا راحت بنتي والزبالي راحت أولادو هي راحت حيوها راحت بيتو السيف جاي على الكل إذا ما قلنا ما خاصنا كلنا ما نعني كلها أنا هل عم بحكي ما نعني ابني اللبنان مظبوط حقيقي في قضاء مش ري مش عارف على القضاء كل الأحزاب مختلفين بين بعض على المحاصصات بلبنان متما شفنا حكومة سنة وشهرين لتقلّفة بسبب المحاصصات اللي كانوا عاملينا أما هني واقعا متفقين متفقين على أنه يتكتلوا كلهم مع بعضهم لحتى إذا لمسأت واحد منهم يسقوا الكلم المعركة الشعبية بانتياز لأن هذه السلطة فائدة مشروعية التسطورية والشعبية والقانونية ولا قناعة فيها والإفلاق من العقاب هي مؤامرة السلطة لعدم المواجهة لا يمكن العدالة إلا بمواجهة بالشارك عالطول منقول عدالة السامة لا نحن رح ناخد العدالة من هاللوراية قبل عدالة السامة